كإجراء لمكافحة انخفاض قيمة الدينار العراقي صادقة الحكومة العراقية على قرار البنك المركزي لرفع قيمة الدينار العراقي ولكن السؤال هنا هل سيصاحب ذلك إجراءات صارمة آلية صارمة خاصة فيما يتعلق بالتحويلات الخارجية حتى لا يمكن الاتفاف عليها؟ شكرا جزيلا حقيقة هذا يفترض أن ترافق عملية رفع قيمة الدينار العراقي إجراءات أخرى من السلطة النقدية ومن السلطة الأمنية أيضا ما يتعلق بالسلطة النقدية نعتقد أن البنك الاحتياط الفدرالي قدم هذه الخدمة للحكومة العراقية بدأ بتطبيق إجراءات التدقيق على الحوالات الخارجية والعدم السماح بتمرير الحوالات التي لا تمتلك معلومات كاملة الحوالات التي أرقامها مضخمة وبالتالي هذه كانت أحد الأسباب في خفض الطلب على الدولار بالحوالات الخارجية لأن الآن عملية الحوالات الوهمية أو الحوالات السوداء أو تهريب الأموال أو غسل الأموال أصبحت تقريبا عبر النافذة قد تكاد تكون اقتربت من الصفر هذا الإجراء ربما يكون غير كافي لأن هناك تحول حصل بزيادة الطلب في السوق النقدي لتميل التجارة عبر المدفوعات النقدية والشراء النقدي هنا يأتي دور السلطة الأمنية سلطات الأمنية سلطات المتابعة وحتى سلطة البنك المركزي في متابعة عمل المصارف وعمل شركات الصرافة للحد من عملية المضاربة والحد من عمليات التجارة بالعملة التي تؤدي إلى هذا التغير الكبير والفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي أنا أعتقد أن هذه الإجراءات ربما تحتاج إلى وقت ليس بالقصير ربما سبوعين عشرة أيام أكثر راح يدفع باتجاه انتظام التجار الصغار الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية ويمتلكون هويات غرفة التجارة أو التنمية الصناعية أو مكاتب الأدوية سيدفعهم إلى الانضمام إلى التحويلات أن تكون تحويلاتهم رسمية عبر النافذة وهذا أيضا سيسهم في استقرار سعر الصرف اشتركوا في القناة